السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الرابع الاتدائي اهلا وزهلا بكم من جديد الدرس السادس وبيقات التعلم عبر الانترنت ومصادر التعلم دي ايه هي بيقات التعلم عبر الانترنت بيقات التعلم عبر الانترنت زي منصة موجودة على النت من ايام كورونا اسمها ايد مود دي منصة للمعلمين والتناميس بتسمح بالتواصل بين المعلمين والتلاميذ بشكل سهل جدا تمام وغض النظر عن مكان وجودهم يعني ممكن يبقوا في دول مختلفة تمام وانا كمدرس اقدر ان انا اقدم دروس افتراضية واختبارات او امتحانات افتراضية ودي كمان واجبات منزلية وانا قاعد في مكاني تمام ومعنى دروس افتراضية او فصول افتراضية ان انا بعمل زي محادسة فيديو كبيرة شوية وابدأ اعمل لينك لها وابعته لكل الطلبة بتاعتي بانحاء العالم ويخشوا عن طريق اللينك ده ونبقوا كلنا في محادسة فيديو واحدة وكلنا شايفين بعض وكلنا سمعين بعض تمام واي حاجة انا هنزلها سواء دروس شرح دروس او سواء اختبارات او واجبات منزلية طالبها منهم كل اللي موجود عن معايا في الفصل الافتراضي ده يقدر يشوف ده ويقدر يبعث لي اي حاجة يتواصل معايا ويقدر يبعث لي حل الواجب المنزلي او الامتحان اللي انا هبعته له تعريف بسيط لبيئات التعلم ومثال عليها طيب ايه هي مصادر التعلم عبر الانترنت مصادر التعلم عبر الانترنت كتير جدا كتير المصادر اللي ممكن تتعلم منها على النت لو احنا هنفكر بمستوى عالي شوية هنقول زي منصة ادراك دي عليها كمية كورسات تعليمية مجانية كتير جدا منصة كورسيرة عليها كورسات مجانية وكورسات كمان بفلوس تقدر تاخد اي كورس وانت قاعد في البيت ترى ما عندك جهاز كمبيوتر وانترنت متوصل عليه طيب فهو هنا قالك فيه كتير من مصادر التعلم على الانترنت هتساعدك فيه ان انت تعرف موضعات مختلفة وتتعلمها تمام زي واحد عايز يتعلم البرمجة هخش على منصة كورسيرة او ادراك او بنك المعرفة المصري ويبدأ يدور على اي حاجة ليها علاقة في البرمجة تمام ومعانا في الدرس ده مجموعة امثلة مهمة جدا ومفيدة جدا لكل الطلبة بتاعتنا اول مثال معانا هو بنك المعرفة المصري طبعا بنك المعرفة المصري لو جينا نفكر هنلاقيه ان هو عبارة عن مكتبة الكترونية اولى لكل الدروس التعليمية من كيجي مش هنقول من قولة داقي لحد ما توصل لنهاية السنوي تمام اه وكل الحاجات اللي عليها اه الدروس والشرح والاختبارات والانشطة التعليمية كلها حاجات موصوقة لان اللي مشرف عليها واللي منزلها واللي مصممها مستشارين اه في المواد التعليمية في وزارة التربية والتعليم وده في حد ذاته اه انجاز ويعتبر من الحاجات الثقة واللي انت تاخد منها المعلومات بامانيا طيب اه هنا بيقول ايه تمكنك من البحث والاطلاع على الموضوعات المختلفة والمقالات الرقمية ومقاطع الفيديو مجرد ما تدخل على بنك المعرفة المصري وتضغف عليها تبدأ تفتح معك تمام بعد كده عندنا ناشرونججرافيك كيدز طبعا كلنا عارفين ناشرونججرافيك ناشرونججرافيك ابو ظبي تقدم لكم كل ما هو جديد ومدهش بفقرات متنوعة لأشهر البرامج وأكثرها إثارة انضم لنا لنستكشف أكثر لم يكن لدينا الدليل لكنه لدينا الآخر حصلت عليها انها سباة من رائعة المضامرة المكان خطر جدا في الداخل والآن عرفنا السبب الهندسة ان نجعل علم الاحياء تلاء ما احتياجاتنا هذا ما نحاول تحقيقها الحياة البرية الى الهارة المحيط سنهار نحن والحمد كل هذا وأكثر على ناشرونججرافيك ابو ظبي وكلنا كاكبار بنحب القناة دي جدا وعالم الحيوانات والعلوم والتاريخ والجغرافيا اللي بتقدمها كلنا كاكبار بتشدنا فبالك بقى كطفل لما يخش يدور على معلومة موصوقة من عامل لهم موقع ناشرونججرافيك كيدز بينزل لهم حاجات خاصة بالأطفال برضو في عالم الحيوان والعلوم والتاريخ والجغرافيا وهو قال لك انه ده مصدر شائع او منتشر على الانترنت وده يقدر الاطفال انه هم يوصلوا لاي معلومات هم عايزينها ومعلومات متلوعة زي ما قلنا في عالم الحيوانات والعلوم والتاريخ والجغرافيا تمام فلافي اشتركوا في القناة في لابي منصة افتراضية تمكن التلاميذ او يقدر من خلالها التلاميذ والمدرسين انه هم يعملوا تجارب معملية في بيئة تفاعلية كمان تمام اه مش بس فيها معلومات كتير لكن هي ممتعة وتشد الاطفال جدا او التلاميذ جدا 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 خصوصا في مجال العلوم وتجارب العلوم في المعملها بعد كده ناشرون جغرافك عملت ميزة للطلبة بتاعتنا ان هي تقدر انت تصمم خريطة تفاعلية يعني ادوات رسم الخرائط عبر الانترنت سواء كنت معلم او تلميذ تقدر ان انت تستخدم الادوات ديت في رسم بعض الخرائط الجغرافية وآآ بشكل سهل جدا وحطالك مجموعة ايه ادوات حلوة جدا تقدر عن طريقها ان انت تعمل خريطة وكده يبقى خلصنا الدرس السادس وان شاء الله استنوني اعنزلكو تدريبات الدرس الخامس والسادس وشارح باية الدرس طبعا التوفيلكو جميعا وسلام